السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب أخذ هذه المجموعة من الاتصالات تفضل أبو عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الشيخ السؤالي عندي بخصوص المهر يعني ابني تقدم إلى عائلة فيريدوه من عنده مهر كثير يقول لهم أنا ماقدر على هذا المهر فيقول له هذا بس مهر صوري يعني كيف صوري يعني ما نطالبك شيء كيف هذه حقوق طالية الدنيا بيها مؤتو حياة إذا واحد مات كيف يش حيصر البطالة يقول له يوم ديق النوع أنه الأساس أنه الشغلة صورية مثل الله مهما يصلح وأنه كان يسألت الشيخ شوف شنو رأيه بالموضوع إن شاء الله يبو عبد الرحمن شكرا مرحبا عليكم السلام خضري علي سلام عليكم عليكم السلام شيخ نص ما فأنتي أربعة السؤال تضل سؤال الأول بالنسبة للشيخ أو طالب الألم لبعد المحاضرة أو الدرس يعني يدعو والحضور يأمنون ما نحكم في ذلك طيب نهاية الدرس أو المحاضرة طيب سؤال الثاني بالأمس في صلاة العشاء ننسي الإمام التشاهد الأول وتلبسه قائما وسبح عليه المأمومين ورجع ورجع مع حكم الصلاة يعني مراعاة لهم رجع يعني هو يعرف أن ما يرجعون بس مراعاة للمأمومين مع حكم الصلاة وللمأمومين وهل نعيد الصلاة أيضا طيب أيضا يعني تلبس قائما من المأمومين إذا رقع الإمام يرجع المأموم إذا تلبس قائما المأموم إذا قام إلى الثالثة يعني مع الإمام ناسي يعني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم في صلاةه وخارج الصلاة يلبس إيش؟ خاتمه طيب صلاة وخارج الصلاة سؤال الرابع ما حكم من يقول بأنه ليس في عنقه غير على ولي الأمر لأن سمعت أحد طلاب العلم يقول هذا الكلام في أحد المخابلات لطالب العلم سألو قال هذا الكلام يعني ليس في عنقه؟ غير على ولي الأمر يعني هو أحد طلاب العلم طيب يا علي بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك يا مرحبا تفضل يا معبد الرحمن السلام عليكم يا شيخ عليكم السلامة الله الله يجيك عنا كل خير أسأله بإسم العظيم وجهد كريم آمين زاك الله خير يا عبد الرحمن نور طريقك أنا الله ينور طريقك يا رب الدنيا والآخرة شوف يا شيخ أنا قبل فترة أكلمك إن أخي تعبان بالسلطان أخوك إيش؟ تعبان بالسلطان آه الآن قبل أسبوعا الله يرحمه مات نعم الله يا شيخ يحفظك إذا كدعا له بالرحمة إن شاء الله شوف يا شيخ كان العام مع رمضان الدكاتري ما نعم الصيام نعم لأنه كان تعبان يستخدم الكيموي تعبان ما يقدر نعم لها الحن يا شيخ قبل ثلاثة أشهر روح من مصر إلى اليمن كلت فترة ومعت نعم الحن هم يقولون يبغوا يصوموا عنه وإذا كنت تقول لا ما تصوم إليه عنه أو إليه وهم يقولوا ما يجوز ما يصوم إليه أهل بيته نعم هل على صيام أم على إطعام من متى بدأ مع مرض السلطان من متى؟ يعني هم من ثلاث سنين وثلاث تهان ورجع لما بديله قبل رمضان بشهور يعني وما أفطر إلا العام الماضي بس؟ أيوة ما أفطر إلا العام الماضي وتوفي رحمة الله عليه وما قضى؟ لا ما قضى وما كان عنده قدرة على القضاء؟ لا شيخ ما قدر لأنه تعبت وأختي شيخ رح تسلم عليه لما ميت يتسلم عليه منعه قال لك أنه ما تصليش قال لك ما تصليش ما يجوز أن يتسلم عليه هل هو صح؟ تسلم عليه لما يغسلوه؟ أيوة بعد ما غسلوه تبغي تسلم عليه وقالوا ما يجوز أنه ما تصليش إن شاء الله ويا شيخ أنا لما يقول الشيخ قال الشيخ قال أنا أقول لهم أنا صاح نتاقة سمعتك أننا نتكلم عن الشيوخ ممنوع أن نحنين يقول عليهم أي شيء بس أنا أقول لهم لقد تمامك الشيخ عزيز أنا أقول صح هل عليك؟ إن شاء الله يا عبد الرحمن الله يجزيك خير مرحب مرحب آمين آمين خلاص طيب طيب بارك الله في الجميع بقي عندي بالأمس مجموعة أسل أنا وعدت الأخت جواهر من عمان أنني أشبع موضوع الكلام في أعراض الناس حاصة أن بعض الناس الآن تخصص في قضية التشهير والقذف وشيء من هذا القبيل للمشهورين تقول من طالبة العلم أو من المشهورين بأمور الدنيا وشيء من هذا القبيل أختي جواهر بارك الله فيك أولا بالنسبة للمسلم لا بد أن يعلم بأن الأخلاق والآداب من الإسلام ولذلك الله جل وعلا امتدح نبيه بأعظم امتداح في قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم والله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائذ القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وهذه الآية جمعت حقيقة يعني قاعدة في الأخلاق قاعدة في الأخلاق والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعدت لأتمم صالح الأخلاق وبالنسبة للأخلاق من دين الله عز وجل والأخلاق لا تتجزأ والأخلاق ليس لها مكان معين أو زمان معين أو حسب المزاج لا الأخلاق دين الأخلاق عقيدة الأخلاق خلق يلتزم الإنسان في بلده وخارج بلده في حال رضاه وفي حال غضبه يلتزم الأخلاق على كل حال وليست الأخلاق متجزئة أو مزاجية أو مكانية مثلا أو زمانية على حسب مزاج الإنسان ومن أعظم الأخلاق التي أمر الله جل وعلا بها خلق التثبت والتبين ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى واعاد في هذه القضية وعندنا يعني غير هذه المسألة مسألة الستر يعني بمعنى لو حصل أن شخصا وقع في الخطأ أو وقع في الزلل فإن الواجب على المسلم أن يستر على أخيه المسلم ولا يفرح بزلته ولا يذيع خطأه خاصة إذا كان في الأمور السلوكية الأخلاقية النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ماعز الأسلم قال ابن عم له هل لا سترته بثوبك ويتمثل قاعدة من قواعد الشريعة أن المسلم يستر ينصح ويستر ولا يفضح ويعير هذا شأن المنافقين هم الذين يفرحون بالخطأ ويفرحون بالزلل وينشرون هذا خاصة في هذا الوقت الذي أصبح نشر المعلومة ونشر الشائعة يعني أكثر من أي زمان سابق الآن بضغطة زر تصل الإشاعة إلى الأقاص القصية من الكرة الأرضية عبر هذا الفضاء المفتوح وعبر هذه الأجهزة الذكية وعبر هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية التي أصبحت فعلا ينتشر فيها كل شيء ولذلك هنا الخطر يعني إذا كان الناس يحتاطون سابقا الآن الاحتياط أكثر بمعنى أن الإنسان لا يقدم على نشر شيء ولا إذاعة شيء ولا يعني التشهير بأحد لأن هذا لو أراد أن يتوب فإن له تبعات من الصعوبة جدا أن يلاحق الإنسان هذه الأمور التي تترتب على إشاعتي الآن لو أشاع عن إنسان شائعة وانتشرت في الأرض بالملايين كيف يسترد هذا الأمر وكيف يقنع الناس بأنه والله أخطأ فلذلك الوضع يا أخواني جد خطير والإنسان لا يفرح بخطأ غيره ولا يفرح بزلة غيره ولا يتشفى بوقوع شخص من الأشخاص بخطأ بل يحمد الله أن نبي عليه الصلاة والسلام حثنا وأرشدنا وأدبنا أن نقول إذا رأينا المبتلى سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا كالعاهات البدنية أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به فضلني على كثير من من خلقنا تفضيله ولذلك الوسائل الموجودة الآن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تغري الناس وتشجع الناس على تتبع التفاصيل وتتبع أخبار الناس وخاصة المشهورين وبعد ذلك يبدأ الناس ينقلون أخبارهم الذي عندهم راقب لله عز وجل أنا أجزم يقينا بأنه سيحسب ألف حساب حينما يقدم على نقل معلومة يتثبت ويتبين وبعدين في أمر آخر يعني هل الله عز وجل خلقنا لنتتبع أخبار المشاهير والمشهورات أنا أسألكم بالله الله عز وجل خلقنا لهذا الله خلقنا لعبادته ولطاعته وأعطانا جل وعلا منحنا هذه الحياة القصيرة حتى يعني نستغلها ونستثمرها ونهتب إلى في طاعة الله حتى نأتي يوم القيامة فنقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين أما قضية أنا ما خلقت لأني والله أتابع قصة فلان وقصة فلان وقصة علان وقصة علان وقصة علان وقصة علان وقصة علان هل هذا سيسألني الله عنه يوم القيامة ليش ما تتبعت أخبار المشهورين والمشهورات أم أن هذا سيزيد من سيئاتي والعياذ بالله يثق الميزان سيئاتي لأنه بالمجزون بأن نساء يكون عندي رغي عندي كلام عندي فضول عندي غيبة غيبة وربما العذب الله يعني انتشار لنشر الشائعات وهذا ليس من أخلاق المسلم المسلم يستر وينصح والمنافق ينشر ويفضح نسأل الله العافية والسلام ولذلك أحببت أني أزيد هذه المسألة وليعلم كل إنسان أن أحيانا في ذنوب إذا مات الإنسان ماتت معه في ذنوب إذا مات الإنسان دفنت معه وماتت معه وفي ذنوب تبقى يجري تجري سيئاتها على الإنسان إلى يوم القيام ومن هذه الذنوب هذه الفضايح وهذا النشر لأخبار الناس بالباطل وإسقاط الناس ومحاولة يعني مثلا قذف الأعراض وشيء من هذا القبيل قد خبر واحد يهدم أسرة كاملة خبر واحد قد يفرق بين الرجل وامرأته خبر واحد قد يصيب الإنسان في مقتل أنصح التعبير وهو افتراء والعياذ بالله والله جل وعلا يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتان وإثما مبين ومن أعظم المضارة أن الإنسان يتتبع أخبار الناس ويحاول أن ينشرها والمؤمن أصلا مطالب بالستر إذا رأيت مبتلى قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به إذا رأيت مذنبا استر عليه وانصحه ووجهه إلى الطريق الخير هذا الذي دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أم جميلة من أبوظبي تسأل تقول بالنسبة لقراءة السور القرآنية هل يجب أنني دائما أقرأها باستمرار أختي أم جميل بارك الله فيك بالنسبة لي قراءة القرآن على مراتب المرتبة الأولى الحرص على حفظ كتاب الله عز وجل فهل عندك القدرة على الحفظ إذا قلت لي نعم احفظي ولله الحمد إذا قلت لي لا ما عندي القدرة إلا على بعض السور احفظي بعض السور فإن الذي في صدره القرآن يأتي يوم القيامة يعني في رتبة عالية ويقال له اقرأ ورق ورتل كما كنت كما كنت ترتل في الدنيا المرتبة الثانية اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا المرتبة الثانية ختم القرآن قراءة ختم القرآن قراءة تقرأين من الفاتحة إلى الناس ثم ترجعين وتقرأين في كل سبعة أيام في كل اسبوعين في كل شهر في كل أربعين يوم على قدرتك واستطاعتك المسألة الثالثة التزام السور الموظفة حسب الأوقات والأزمان هذه سنة وإلى الله الحمد يعني مثل قراءة آية الكرسي في الليل أو عند النوم قراءة القواقل الثلاث عند النوم قراءة قل يا أيها الكاثرون عند النوم قراءة المعوذات في أذكار الصباح قراءة المعوذات في أذكار المساء هذه موظفة بقية السور ما يلزمك أخت الفاضي حتى هذه ما يلزمك وإنما تقرأين على يعني استطاعتك وقدرتك أم جميل من أبوظبي تسأل عن الوضوء تقول هل يجب فيه الترتيب الجواب نعم يا أختي أم جميل بارك الله فيك فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين ولذلك العلماء أخذوا من هذه الآية وجوب الترتيب كيف قالوا لأن الله تعالى أدخل ممسوحا بين المغسولات وقاعدة العرب أنها لا تفرق بين المتماثلات إلا لسبب إلا لحكمة إلا لهدف وهو هنا الترتيب ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل من نقل صفة وضوئه ذكروا بأنه كان يرتب بين أعضاء وضوئه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه كاملا ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح جميع الرأس ثم غسل القدمين عليه الصلاة والسلام ولذلك الترتيب بين أعضاء الوضوء فريضة وأما الترتيب بين أعضاء الوضوء المجتملة على عضوين كاليدين والرجلين سنة يعني لو أنك بدأت بيدك اليسار ثم انتبهتي وغسلت اليمين يجوز بدأت بقدمك اليسرى ثم ليمنى وضوئك صحيح وإن كنت خالفت السنة لكن أن تغسل وجهك ثم بعد ذلك تمسحي الرأسك ثم تنتقلين إلى غسل اليدين مع المرفقين هذا خطأ ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن الوضوء يبطل بهذا لماذا؟ لأن من فروض الوضوء الترتيب بين أعضاء الوضوء والله تعالى يقول فامسحوا بي فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين جاء مرتبا بهذه الطريقة والنبي عليه الصلاة والسلام المبين عن الله جاء فرتب هذا الوضوء بهذه الطريقة بارك الله فيك أم جميل من أبو ظبي بارك الله فيها تقول ماذا أقول بين السجدثين وعندما أرفع من الركوع أختي أم جميل من أبو ظبي بارك الله فيك بالنسبة لي المصلي إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد مثلا أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد المهم تقول ربنا ولك الحمد إذا حبيت تزيدين طيب حمدا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن الأماشئة من شيء بعد هذا من الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي أدعية أخرى يعني زيادة ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم ولو اكتفيت بقول ربنا ولك الحمد أجزائك وأما بين السجدثين فتقولين رب اغفر لي رب اغفر لي وممكن تقولين اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني وهدني هذا يجوز أيضا ولو اكتفيت بقول رب اغفر لي أجزائك ولله الحمد والمن أم جميل تسأل عن حساب التوفير تقول هل فيه زكاة أختي أم جميل بالنسبة لحساب التوفير الموجود الآن في المصارف الإسلامية نعم فيه الزكاة تحسبين ما عندك من مبالغ وتضيفين إليها الأرباح وتخرجين زكاةها في نهاية كل سنة وبالنسبة للأرباح تضيفينها مباشرة إلى الحساب وتخرجين زكاة مالك محمد من اليمن بارك الله فيه يقول عندنا شخص قتل شخصا آخر ثم حبس يقول وعندنا القبائل يحكمون بحكم اسمه اللوم يقول ويطلبون الملايين ما حكم ذلك محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لهذه المسائل المرجع فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك يقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما والله جل وعلا قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق والله جل وعلا بين حكم قتل العمد قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيم وقد كانت العرب في الجاهلية يأخذون البريء بجريرة الجاني وأبطل الإسلام هذا الأمر فكان الرجل إذا قتل يقتل من أهله وأولاده وإخوانه مثلا أو يقتل أحد من عشيرته وهذا ظلم ومحرم ومن أعمال الجاهلية ولذلك جاء الإسلام فرتب الأحكام بمثل هذه الطريقة والفقه باستقراء نصوص القرآن والسنة ذهبوا إلى أن أنواع القتل ثلاثة قتل العمد وقتل الخطأ وشبه العمد وهي مرتبة بين العمد والخطأ وكلها مفصلة ولله الحمد في دواوين السنة في القرآن وفي دواوين السنة من حيث الجزاء بالنسبة لأولياء الدم الذين هم أولياء الدم هم مخيرون بين ثلاثة أشياء إما القصاص وإما الدية وإما العفو إما القصاص يعني يطالبون الدولة بأن تقيم أحد القتل أحد القصاص عفوا تقيم القصاص على هذا الجاني يقول لا نتنازل فإذا تنازل واحد ممن يملك التنازل من أولياء الدم سقط القتل لو واحد بالغ يسقط القتل عن الجاني مدام أنه تنازل مدام أنه تنازل الأمر الثاني إذا إذا ما أرادوا القصاص ينتقلون إلى شيئين إما العفو وهو أقرب للتقوى وإما الدية والدية هذه لأولياء الدم ليس للعشيرة الحق أبدا بأن يفرضوا على الجاني أو أولياء الجاني أنهم والله تعطونا ملايين وتعطونا كذا ما لهم حق في هذا هم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قال الصحابة يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال أن تأخذ على يده يعني تمنعه من الظلم ولذلك العشيرة يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان ولا يجوز لهم أن يأتوا بشرع من عند أنفسهم ليس لهم الحق في هذا وإنما يلجأون إلى الدولة التي ممثل المحكمة هي تمثل الدولة أو الجهات الرسمية ويقولون نريد القصاص من الجاني مثلا وبشرط أن لا ينفردوا بالرأي إلا بأخذ إذن أولياء الدم اللي هم الورثة الذين يرثون هذا الشخص من الذكور والمقصود بارك الله فيك بأن الدية ممكن إذا طلب الأشخاص أولياء الدم مضاعفة الدية جاز لفعل الحسن بن علي رضي الله عنه يعني كما ورد بأنه ضاعف الدية إلى سبع لكن أولياء الدم رفضوا على أن لا يكون هناك مبالغة أو تجارة في دماء الناس لأنه وللأسف الشديد بعض أولياء الدم أصبحوا تجار في هذا الباب يطلبون شيء خيالي جدا يطلبون شيئا خياليا جدا في قضية المبالغ حتى يعني يعتقون هذا الجاني ولذلك أولياء الدم يطلبون الشيء المعقول وأما ولو اكتفوا بأدية اكتفوا بأدية التي هي المعروف التي هي قررتها الشريعة مئة من الإبل والآن طبعا تختلف باختلاف يعني اختلاف قيمة النقد وغير ذلك قررتها المحاكم الشرعي فيا أخي الفاضل أخبر جماعتك وعشيرتك بأن يتقوا الله وأن يخافوا الله وليس لهم الحق في أن يطلبوا شيء لأنفسهم لأنهم ليسوا بأولياء الدم وقد كان هذا موجودا في الجاهلية وجد في بعض يعني في بداية الإسلام ما يسمى بالتناصر فيما يتعلق بالإرث لكن ما استمر هذا بعد ذلك جاء نسخه في كتاب الله سبحانه وتعالى محمد من اليمن يقول يقول فيه امرأة توفيت وقت الولادة وتركت ذهب وهذه المرأة تركت ولدا صغيرا قام أبوه وباع الذهب وتزوج به هل للأب الحق؟ محمد بارك الله فيك ورحم الله موتاكم وموت المسلمين بالنسبة للمرأة التي ماتت ولم تترك إلا زوجا وولدا فإن الزوجة له الربع والباقي لهذا الولد لأنه عاصب لأنه عصبة ولذلك يأخذ المال كاملا وبالنسبة للأب الذي هو الزوج زوج المرأة وأب هذا الغلام ليس له إلا الربع ليس له إلا الربع ولذلك يجب علي أن يتق الله وأن يرد بقية المال إلى ابنه فذمته مشغولة بهذا الحق وليس له أن ينفرد بالتركة وإنما هو يشترك مع هذا الولد بهذا المال إذا كانت الزوجة التي توفيت عندها أب وعندها أم أيضا يريثان لكل واحد منهم السلس فنبهوا على هذا بارك الله فيكم أبو عبد الرحمن من الشارق يقول عندي ابني تقدم لي عائلة فطلبوا مهرا كبيرا مبالغا فيه وقلت لهم كيف يعني هذا قالوا لا هذا شيء صوري ونحن ما نطالبك بشيء يقول أنا تعجبت وقلت هذا غير مشروع نسأل أهل العلم أبو عبد الرحمن بارك الله فيك وشكر الله لك على رجوعك إلى طلبة العلم أو العلمة في مثل هذه القضية الأمر الثاني بالنسبة للمهر النبي عليه الصلاة والسلام أوجبه بل جاء في نصوص القرآن وجوب المهر بالنسبة للمرأة وهذا لا يحتاج إلى يعني مثلا لا يقال والله معلومة جديدة الناس كلهم يعرفون بأن المهر واجب بأن المهر واجب ومن أهل العلم من جعله ركم من أركان النكاح ومنهم من جعله من واجبات النكاح المتأمل في نصوص السنة النبوية أنها حثت على تقليل المهر حثت على تقليل المهر وأن أكثر النساء بركة أيسرهن مهورا أكثر النساء بركة أيسرهن مهورا ولو كان المهر فعلا هو الذي يرفع من قيمة المرأة لكان أولى الناس بهذا بنات النبي عليه الصلاة والسلام وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعني فعلا هو الذي يعني هو القيمة للمرأة هو الميزان للمرأة لأن نعلم بأن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها كان مهرها بسيط جدا النبي عليه الصلاة والسلام أمهر نساءه ولم يكن يبالغ في هذا صلى الله عليه وسلم وحقيقة مما يحزن ويؤلم ويقطع نياط القلوب ما يشكوه إلي كثير من الشباب والله إن أمر محزن جدا وبالأمس القريب شاب يشتكي إلي ويعاني ويقاسي يقول ما عند القدرة على يعني الزواج بسبب هذه المهور الغالية المرتفعة التي أصبح كثير من الآباء وكثير من البنات وللأسف أمهات البنات يمارسنا الشيء فيه من الفخر والخيلة والكبر والفشخرة ومحاولة الاستعراض أمام الناس والله زوجنا بنتنا بكذا وكذا على حساب هؤلاء الأولاد وربما يبقى هذا الشاب يتحمل يعني تسديد القروض والديون يعني سنوات طويلة وربما يحمل في قلبه وفي صدره بغض وكراهية لهذين الأبوين الأم والأب اللي فعلا كلفاه ما لا يطيق فاتقوا الله وخافوا الله والله إن من الشباب من يقول يعني عنده شهوة يقول كيف يعني أصوم أقرأ القرآن وكذا لكن احتاج إلى الزواج يعني جماعتنا وقبيلتنا المهور غالية ومرتفعة وذكر لي مبلغ ما أحب أقوله لأني أنا والله متفاجئ وهذا موجود في بعض القبائل وفي بعض العشاء فاتقوا الله وخافوا الله الزواج ليس التجارة سلعة بيع وشراء الزواج رحمة الزواج سكينة الزواج مودة الزواج هو تحقيق لسنة الله الكونية في الخلق والعباد من التزاوج وحتى يدور دولاب الحياة ولا ينقرض الجنس الإنساني وتبقى الدنيا ويعف الإنسان نفسه ويعف زوجته والمرأة تعف زوجها وفيه يعني تعاون على الخير وعلى على الصلاح فاتقوا الله وخافوا الله وذلك ما يتعلق بهذه الحالة أنا أجزم يقينة أبو عبد الرحمن أن الرجل هذا صادق هو صادق لكن علشان يقول للناس ترى والله زوجت أنا بنتي بثلاثمائة ألف أو ربعمائة ألف أو خمسمائة ألف أو تقول أمها شوفوا العقد ها العقد ما في داعي ليش طيب ما يصورون قدوات بدل ما يكون قدوات حسنة بدل ما يكون قدوات سيئة لماذا يعني لماذا ما يقول للإنسان خليني يا أخي أصير قدوة حسنة وأسنسنة حسنة وأؤجر عليها فأزوج بنتي بالقدر بالمهر اليسير اللي يستطيع عليه الشاب ليش الآن أغلب الناس أصبح فعلا يصنع من نفسه قدوة سيئة يتحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيام يكون سيئة والعياذ بالله هذا اللي يطلب ثمانمائة ألف ومليون لبعض الشباب كيف يتصرف هذا الشباب من وين يجيب ثمانمائة ألف من وين يجيب تسعمائة ألف من وين يجيب مليون سواء المهر وإلا الذهب وإلا التجهيزات وإلا مكان إقامة حفلة الزواج ألا فلتتقوا الله وخافوا الله يا إخواني يا أخواتي أنا أعلم هناك من يشاهدني وعنده هذا الأمر عندهم هذه العادات وعندهم هذه الأشياء اتقوا الله لا تكونوا قدوات سيئة لا تحملوا أوزاركم أو وزرى غيركم في شباب والله عزفوا عن الزواج أنا أعرف شباب عزفوا عن الزواج يقول ما عندنا قدرة ويعني الشيطان يلعف فيه الآن يعني يتأرجح ما بين مناخ الفضيلة وما بين مناخ الرذينة يتأرجح الآن جالس في منطقة خطيرة جدا والسبب هذا الأب وبعض الآباء للأسف أصبح ما له كلمة ولا قيمة ويترك الأمر للنساء يطلبنا ما يشاءنا أربعمية وخمسمائة ألف من وين يجيب هذا الشاب المسكين فاتقوا الله ولذلك يا أخي الفاضل هذا الرجل صادق وكثير موجودين لكن على شامل يقول شوفها ترى زوجت بنتي بستمائة ألف سبعمائة ألف ولذلك يعني يتق الله أنا أقول له الآن وخليه أسمعني وشاهدني يا أخي كن قدوة حسنة كن قدوة حسنة والله لو كانت قيمة المرأة بالمهر ما تخلى النبي عليه الصلاة والسلام عن مهر بناته وما زوجها على درع حطم يزوج فاطم اللي هي قطعة منه قطعة منه ما زوجها بدرع حطمية ما تسوى إلا دراهم دراهم معدودة درع أخذها علي ومبدر أخذها الرسول منه مهر فلذلك اتقوا الله وساعدوا هذا الشاب سيحمل مننا في عنقه تجاه هذا الأب اللي يسر له الزواج ومنا في عنقه تجاه هذه الأم اللي يسرت له الزواج ويشكرهم ويدعو لهم أما حملوه مليون ثمانمائة ألف هل بربكم يدعو لهم ولا يدعو عليهم ها ما يدعو لهم يعني جزماً لا يدعو لهم الخوف أن يدعو عليهم نسأل الله السلام والعافية عموماً يا أخي الفاضل اذهب إليه وقل لي يا أخي الفاضل خلق قدوة حسنة إذا والله أصر ولدك محتاج كتبه ورقة قل اكتب لي ورقة بأن هذا صوري أنا أحطها في الدرج محافظة على الحقوق والواجبات ما يدري من يسبق الثاني إلى الدار الآخر وهذه حقوق مكتوبة في صك المسجل في المحكمة اكتب لي بأن هذا مسألة صورية وبينه وبينك هذا إذا أصر وإلا أنا أدعوه إلى أن يكون قدوة حسنة علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لطالب العلم أو الشيخ العالم إذا يعني بعد المحاضرة يدعو ويؤمن طلب يعني ما حكم ذلك علي بارك الله فيك يعني هذه المجالس الطيبة مجالس العلم ومجالس الذكر طيب أن يكون فيها الدعاء لأنها مجالس تحضرها الملائكة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم من رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولا بأس لكن على أن لا يعتاد العالم أو طالب العلم ذلك يعني ما يجعله عاد لكن أحيانا لو دعه لا حرج في ذلك ويؤمن الطلبة علي يقول في صلاة العشاء بالأمس نسي الإمام فقام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس إلى التشهد الأول سبح به المأمومون فجلس ومن قام معه أيضا جلس يقول ما حكم صلاة هؤلاء علي بارك الله فيك هذه المسألة حقيقة مما تخفى على كثير من طلبة العلم فضلا عن عامة الناس ولذلك الأصل أن الإنسان إذا قام من التشهد إذا قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس التشهد الأول لا يرجع لأنه تلبس بالركن والركن أقوى من الواجب في قول وهو من مفردات مذهب من المذهب الفقهية سنة في قول الجمهور فكيف يرجع من الركن إلى الواجب والعلماء قالوا منهم من قال إذا تلبس بالركن ولو لم يقرأ الفاتحة قالوا ما يرجع ومن أهل العلم من قال يرجع إذا ما قرأ الفاتحة إذا ما شرع في قراءة الفاتحة يرجع وأنا دائما أوجه نصائحي لإخواني وأحبائي أئمة المساجد أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتعلموا أحكام الصلاة خاصة سجود السهو والمسائل هذه المتعلقة بالخطأ في الصلاة كيف يعالجونها عموما يا علي بارك الله فيك صلاة الجميع إن شاء الله صحيحة وذلك لخفاء هذه المسألة كما ذكرت لك على كثير من طلبت العلم لكن هذا ما يعفل إمام من المسؤولية ومراجعة المسألة وتعليم الناس وأنا أطلب منه الآن هو وكل من يجهل هذه المسألة أن يتعلمها وأن يلقي درسا على جماعة مسجده وأن يقول لهم إذا رأيتموني أخطأت وقمت وتلبستها تقومون معي ولا ولا تسبحون فيه يعلمهم يقول وإذا سبحتم مثلا أو شخص غريب في المسجد سبح أنا لن أرجع لأن هذا حكم شرعي ويتنبه ولذلك يقوم ويتابع الإمام والحمد لله يجبر بسجدتي السهو علي من عمان يسأل يقول عن لبس الخاتم لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم في الصلاة وخارج الصلاة هل كان يلبسه علي بارك الله فيك أولا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس الخاتم مطلقا ثم قيل له يا رسول الله إن الملوك ما يقرؤون الكتب غير المختومة لابد من ختم فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه صلى الله عليه وسلم ثم اتخذ خاتما من فضة مكتوب عليه محمد رسول الله ثلاثة أسطر السطر الأسفل محمد عليه الصلاة والسلام والسطر الثاني الوسط رسول والسطر الثالث الأعلى الله فكان يختم عليه النبي السلام الكتب التي يبعث إلى الملوك والرؤساء رؤساء العشائر والقبائل فاتخذه صلى الله عليه وآله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام إنما اتخذه لغرض دنيوي وليس هو على الراجح من قول أهل العلم من السنن الشرعية التي ينبغي لكل رجل أن يتخذ خاتما لا وإنما اتخذه لغرض دنيوي صلى الله عليه وسلم وكان يلبسه في الصلاة وخارج الصلاة يعني ما سمعنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء يصلي نزع خاتمه ولماذا ينزعه لكن ورد في حديث متكلم فيه من جهة الإسناد وبعض العلماء حكم عليه بالنكارة الشديدة من جهة الإسناد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه هذا الحديث لا يصح لكن ممكن أن يجمع الأحاديث في هذا الباب أنه قد يكون قد قلبه إلى باطن كفه ولكن ليس في هذا تصريح بارك الله فيك علي من عمان يسأل يقول ما حكم من يقول من طلبة العلم أنه ليس في عنقه بيعة لولي الأمر علي بارك الله فيك بالنسبة للبيعة لولي الأمر على قسم بيعة عامة وبيعة خاصة أما البيعة العامة فهي بيعة جميع الشعب المواطنين أو المقيمين على أرض البلد وهذه باعتقاد بأن له بأن لولي الأمر السمع والطاعة كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بايعنا يقول الصحابي الجليل بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله على السمع والطاعة في العسر والوسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أثرة علينا وأما البيعة الخاصة فهي قيام أهل الحل والعقد من يعني رؤساء القبائل وزعماء العشائر والنخب الذين لهم أتباع مثلا بوضع أيمانهم بيد ولي الأمر وبيعته على السمع والطاعة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ومن لم يحضر فيجب عليه أن تكون في ذمته بيعة وكل من بات وليس في عنقه بيعة ومات مات ميتة جاهلية لأن أهل الجاهلية كثير منهم كانوا ليس في أعناقهم بيعة النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وفي عنقه ومن مات وليس في عنقه بيعة فمات فميتته جاهلية فميتته جاهلية وهذه طبعا على حسب كل دولة وكل إقليم وكل بلد له سيادة يعني لولي الأمر سيادة على هذا البلد يجب أن يكون لكل شخص في عنقه بيعة تجاه ولي الأمر وهذه البيعة آثارها السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل والتزام الأنظمة والتزام الإجراءات وعدم الافتيات على ولاة الأمر هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إذا جاءنا طالب علم يقول خلاف ذلك قلنا قولك مردود لأنه مصادم لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع أهل السنة والجماعة أجمع أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة وقد حكى هذا أكثر من يعني غير واحد ممن لهم عناية بتتبع مواطن الإجماع ونقلوا هذا وهذا موجودة الحمد لله في كتب أهل السنة والجماعة أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيها تقول بأن أخاها توفي بالسرطان ولم يصم العام الماضي والآن يقولون يعني منهم من يريد أن يصوم ومنهم من يقول لا أنا الذي أصوم منهم من يقول لا يعني ذكرت أشياء تقول توفي قبل ثلاثة أشهر أختي أم عبد الرحمن رحم الله أخاك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم وأسأل الله تعالى أن يكون قد لقيه شهيدا لأن السرطان من الأمراض الخطيرة المتعبة التي قد تدخل تحت الأحاديث التي فيها ذكر الشهداء الشهداء الآخرة والسرطان لا شك بأنه من الأمراض التي قد تفوق بعض الأمراض التي جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام منها المبطون مثلا وذات الجم وأسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يغفر لجميع موت المسلمين المسألة الثانية أخت الفاضلة إذا كان أخاك فعلا قد قيل له بأنك لا تصوم وممنوع عليك الصيام والمرض بدأ معه من ثلاث سنوات كما ذكرتي ومر عليه هذا الرمضان الأخير وما استطاع صيامه يطعم عن كل يوم مسكينا الآن طبعا توفي الإطعام في ذمته والواجب على أوليائه زوج توعياله مثلا أخوانه وخواته مثلا يقومون فيطعمون ثلاثين مسكينا أما إذا كان هو قادر على الصيام ساعة المرض وقال إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله سأصوم مثلا وقالوا له بأنك عندك قدرة على أنك تصوم قدر الله أن يتصل المرض بالموت ما عليه شيء ما عليه شيء والذي يظهر أخت الفاضلة بأنه فعلا قيل له بأنك ما تستطيع الصوم كما فهمت منك الآن لا لا يصومون وإنما يطعمون عنه لأن ذمته في حياته انشغلت بالإطعام بارك الله فيك تفضل أبو أحمد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ في في أول حي عندي مجموعة بصعه أسئلة دالك أوقات صلاة الضحى أي يعني 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 تبدأ من الساعة كم تنتهي الساعة كم إن شاء الله السؤال الثاني سؤال الثاني طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بغيما الليل حداشا ركعة هل استرط أنا بغيما أبو حداشا ولا عم السبعة ولا عم ستة ولا أربعة إن شاء الله السؤال الآخير يعني إذا نظرك لأسرة أبي لهق إيش عائلة أبو لهق أي هل في حد منهم أسلم ولا كلهم يصبحوا كفار إن شاء الله يا أبو أحمد بارك الله فيك بارك مرحبا أم عبيدة السلام عليكم شيخ عليكم السلام أحسن الله بنتي عليها دين مع رمضان العام نعم وحسا جايزتوم يعني لحد اليوم هي هي صايمة جايز لو ما جايز إن شاء الله شكرا مرحب مرحب محمد فضلة محمد محمد من دبي السلام عليكم نعم وعليكم السلام أحسن الله الله يسلمك شيخ جزاك الله عنا خير حياك الله أستاذي الفاضل الحين إذا أحد سيارة عن طريق البنك الإسلامي ولكن أنا دفع دفع مقدمة من سعر السيارة للوكالة السيارات وكمالة المبلغ البنك الإسلامي كملوا وعمل عقد مرابحة بينه وبينه عمل عقد مرابحة إيش باعك أسهم ولا سندات ولا سكوك ولا ماذا كتب بعقد المرابحة أنه أنا اشتريت منه سيارة تمويل له اسمه أكتوب المواصفات المبيع بعقد المرابحة كاتب لي حصة شائعة من السيارة مقدارها خمسين ألف هذا المتبقن المسار السيارة حصة شائعة ها وكاتبين شرحة داحت أنه هي شائعة أنه إذا لم تدوى النسبة فإن المبيع هو كامل السيارة أو المركبة إذا إذا ما إذا إيش كاتبين معناها إذا لم تدوى النسبة فإن المبيع هو كامل السيارة طيب يا محمد جزاك الله خير حياك الله تفضلي سلام عليكم يا شيف وعليكم السلام يا شيف كنت سألتكم وهذه أول أمس ولكن لم فهمت لي سؤال تفضلي المرة هذي كانت تصوم هي تصوم الاتنين والخميس دائما وهذا الخطرة رهي صايمة شعبان حتى لليوم 26 يوم 26 رهي صايمة هل تكمل احتر الآخر رمضان إلى رمضان الثلاثة ولا تحبس وتصلي وتصوم الاتنين ومن بعد رمضان إن شاء الله همتني همتني شي يخضر وقع أين أعمي هي مصايمة ولا تكمل قعش عدان والتنين ولا كان رمضان ثلاثة إن شاء الله السؤال الثاني يا واحد المرة قالت لي سقسيلي بغي تدير وقص بغي يبنو مسجد وهي رهي مريضة والمسجد ما زال ما يولو في المشروع التاعه السقسيلي خلت لأعطات الدراهم الولدها داروق تعطيها الدراهم وتقول له إذا كنت حية صحة وإذا كنت ميتة صحة أعطي هذا الدراهم المسجد في الوقت هل إذا ماتت هذا الدراهم يقعد وإيرث ولا يديهم للمسجد وقت إن شاء الله السؤال السؤال الثاني يسرق فتني مرة تسأل تقول آدم عليه السلام من كلم الشجارة ربي عاقبه من عاقبه قال له 30 يوم وكين 30 يوم نهار التالي من جاي فطر تمك ربي خير له تقول هذه القصة صحيحة إن شاء الله شكرا يا شيختم بالصحة ولقيك صحة آمين زاكر الله خير طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع عبد الرحمن من السعودية تقول عندها أختها راحت تسلم على أخيها بعدما غسلوه وكفنوه فقالوا له لا مدام أنك حائض ما تسلمين على الميت أختي عبد الرحمن بارك الله فيك أولا بالنسبة لتوديع الميت والسلام عليه هذا ليس يعني واجبا ولا مفروضا وإنما استحبه بعض العلماء لأولياء الميت وأقارب الميت مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل عليها أبو بكر الصديق وقبل بين عينيه وقال ابتحيا وميتا يا رسول الله وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أيضا دخل على أبي سلمة وقد شق بصره وأغمض عينيه ودعا له كذلك على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وبالنسبة للحي يجوز أن يدخل على الميت حتى لو كان جنوبا أو امرأة حائض فليس هناك دليل على منع الحائض من توديع الميت إذا كان زوجا لها أو أخا لها أو ابنا لها ولا الجنوب أيضا ما عندنا دليل وهذه أحداث ليست هي نجاسات أحداث والحدث عندنا في تعريف الفقهة وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهار وليس هو نجاسة كما يضم بعض الناس ولذلك أخطأوا حينما منعوا أخت أخيك أختك اللي هي أختك أن تدخل على أخيها مثلا تسلم عليها قبلها مثلا تودعه أخطأوا في هذا ويجب أن تصحح مثل هذه المفاهيم أن بعض الناس يقول لك لا المرأة الحائض ما تقرب الميت أو الجنوب ما يقرب الميت وهذا غير صحيح الجنوب يجوز أن يغسل الميت المرأة الحائض يجوز أن تغسل المرأة الميت من حيث الجواز من حيث الأفضلية لا كأفضلية لكن من حيث الجواز يجوز بارك الله فيك أم عبد الرحمن تقول يعني يحصل حوار بينه بين الأهلي وكذا وأنا أقول إذا قال الشيخ فلان فهو الصحيح أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام ليس أحدا معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وبالنسبة للعلماء يصيبون ويخطئون والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ولئما الأربعة اللي هم إن صح التعبير رؤساء المذاهب الإسلامية المعروفة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة هؤلاء الأم الأربعة اللي بلغوا الاجتهاد المطلق كانوا كانوا يأمرون الناس بأن لا يقلدوهم التقليد الأعمى فكانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي وكانوا يقولون إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول فاضربوا بقولي عرض الحائط وكانوا ينزعجون إذا الناس ما سألوهم عن الدليل ولذلك العالم العالم هو الذي يوجه الناس إلى الأدلة لا يوجههم إلى ذاته وشخصه ولذلك بعض العلم أو طلاب العلم ينزعج إذا قيل له ما الدليل لماذا تنزعج ولماذا تغضب يعني مدام أنك سئلت عن الدليل لأنك المفترض أنك أنت ما تتكلم في مسألة إلا بدليل والأدلة هي إما المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح وإما هناك أدلة كثيرة هي محل خلاف عند أهل العلم معروفة يعني المصالح المرسلة والاستصحاب وسد الدرائع والعرف وقول الصحابي هذه كلها يعني يستوعبها العالم ولذلك تلفاظ بارك الله فيك كونك أنت محبة لطالب علم مثلا هذا لا يعني يجعلك تقول لا أنا ما يقوله صح لا أنا ما أختلف معاك قولي ما يقوله إذا وافق الدليل أنا أخذ به أو أقلده مثلا أو أقلده فإذا كان هناك عالم قال قول بدليل وأنا قلت قول لا دليل معي وإنما هكذا فقط وذاك معه الدليل يجب الأخذ بقول العالم الذي الذي معه الدليل الذي معه الدليل لأن العلماء يدورون حول الدليل قال الله وقال رسوله هذا العلماء هكذا يدورون وظن بهم حسن أنهم لا يتعمدون الخلاف وإنما هم بشر يصيبون ويخطئون وقد يعني ينقدح في أذهانهم لأول وهلة من السؤال جواب لكنهم يراجعون أنفسهم بعد ذلك يراجعون أنفسهم ويرون بأنهم قد أخطئون لأنهم بشر لكنهم في الغالب أنهم يجتهدون ويسألون الله تعالى التسديد أبو أحمد من عجمان يسأل عن بداية وقت صلاة الضحى أبو أحمد بارك الله فيك وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح هذا الكلام الفقهاء بالمعنى العامي بالمعنى الموجود بعد ربع ساعة تقريبا من طلوع الشمس وتنتبه أبو أحمد ترى التقاويم مكتوب الشروق بعض الناس الآن يروح يصلي عند الشروق لأن التقويم مكتوب فيه الشروق كذا هذا خطأ هذا وقت نهي بعد الآن التقويم مكتوب فيه الشروق بعد الوقت للمكتوب الشروق بربع ساعة تقوم فتصلي صلاة الضحى وينتهي إلى زوال الشمس قبل زوال الشمس بعشر دقائق بخمس دقائق تتوقف عن الصلاة بارك الله فيك يعني أذان الظهر قصد بارك الله فيك أبو أحمد يسأل يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة هل نحن يلزمنا أن نصلي إحدى عشرة ركعة أو ما تيسر يا أبا أحمد بارك الله فيك الجواب ما تيسر لك صحيح الأفضل والأكمل والأحسن أنك تصلي إحدى عشرة ركعة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان ما تستطيع أو مثلا ما عندك قدرة ما عندك شغال عندك فيك نعاس مثلا صلي ما لو ركعة واحد لو ركعة وكلما زد فالله أكثر وأعظم أجرا سبحانه وتعالى ولذلك الأفضل إحدى عشرة ركعة أما هل يلزم الجواب ما يلزم تصلي ما تيسر لك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة أبو أحمد من عجمان يسأل عن عائلة أبو لهب يقول هل أحد منهم أسلم أبو أحمد بارك الله فيك الجواب نعم أسلم تقريبا ثلاثة وأصبحوا من الصحابة ولله الحمد تقريبا ذكراني وأنثى أسلموا وحسن إسلامهم ولله الحمد والمن فليست عائلة أبي لهب كلهم يعني ماتوا كفارا وإنما أعتقد ثلاثة أو منهم امرأة كانوا من الصحابة رضي الله عنهم أم عبيدة من العراق تقول بنتي عليها قضاء من رمضان الماضي الآن تصوم وما زالت صائمة واليوم كذلك ما حكم ذلك أم عبيدة بارك الله فيك ويسر الله لابنتك إكمال القضاء ما المانع تصوم اليوم ويوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد إذا كان رمضان الاثنين تتوقف خلاص الآن تبدأ بالصيام رمضان إذا كان شهر رمضان الثلاثة تكمل حتى الاثنين ما يمنع يا أخت الفاضل الذي جاء النهي عنه هو أن يتنفل الإنسان هكذا من عندي نفسه مثلا أن يتنفل من عندي نفسه بارك الله فيك محمد من دبي طبعا سأل عن موضوع السيارة يا محمد بارك الله فيك بالنسبة لهذه المسائل يوجد لجنة شرعية في كل مصرف من المصارف الإسلامي ولذلك أخي الفاضل هذه المسألة يعني تكتنف إشكالات حسب ما ذكرت بالنسبة لي طبعا وأنا أدعوك إلى أن تذهب إلى اللجنة الشرعية الموجودة في هذا المصرف الإسلامي وتطلب منهم الجلوس مع أحد عضاء اللجنة أو يعطونك القرار أو الفتوى الموجودة عندهم حتى تطمئن نفسك لأن الصورة عندي اشتبكت عندي قضية هل هي تمويل هل هي رهن وكيف الآن قيل لك بأن هناك ستكون حصة شائعة وأنت لست الشريك في هذه المسألة فأنا أعتذر منك تزور المصرف ولعله إن شاء الله يفيدونك أمت الله من الجزائر تقول هناك امرأة اعتادت على صوم الاثنين والخميس وهي قد صامت شهر شعبانة كاملا من أوله صامت شهر شعبانة من أوله تقول إذا كان شهر رمضان يوم الثلاثة مثلا وسيمر يوم الاثنين عليها هل تصوم الجواب نعم تكمل صيامها لماذا لأن يوم الاثنين تصومه على العادة السابقة على العادة السابقة وليس ولا يدخل هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لأن في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إلا رجل يعني وامرأة كان يصوم صوما يعني صوم العادة فلذلك تكمل بارك الله فيك أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تقول هناك امرأة تريد أن تبني مسجدا ما زال الآن المسجد في البناء تقول تخشى أن تموت ولم يكتمل المسجد فوضع الدراهم عند ولد لها قالت إذا يعني بقيت حية فأنا سأبني أكمل المسجد إذا أنا مت اجعل هذا المبلغ في المسجد تقول لو قدر الله توفيت هل هذا المبلغ يكون تركه الجواب لا ما يكون تركه لماذا؟ لأن هذا المبلغ أوقفته في حياتها ونجزته في حياتها ولذلك هو وقف الآن ما يجوز للأولاد أن يصطون على هذا المال أو يقولون بأن نترك فيه ما لو إذا قدر إن شاء الله بعد عمر طويل على طاعة الله عز وجل هذا المبلغ هو وقف يبنى به المسجد وهذا المبلغ لو حال عليه الحول ما يزكى لماذا؟ لأنه هذا وقف هذا المال وقف ولذلك يحتفظ به الولد ثم يصرفه في المسجد ولا يخرج زكاء منه لأن هذا في سبيل الله فضلي يا مريم مريم أيوة فضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته أختي كانت جاهلة بأن الإفرازات والصفرة تعتبر من الحيض إذا اتصلت بالدم وكانت يا شيخ تقتسل عند انقطاع الدم الصريح ولا تلتفت إلى الصفرة والإفرازات التي تأتي بعد الدم مباشرة ظن منها أن الحيض هو الدم فقط وكانت يا شيخ تصلي وتصوم والحالة مثل ما ذكرت فالآن يا شيخ هي تسأل هل عليها أن تقضي الصلوات والصيام أم أنها معذورة بجهلها حلما يا شيخ أنها إذا قضت سوف تقضي أكثر من شهر فيعني يا شيخ ما العمل في مثل حالتنا إن شاء الله يا مريم بارك الله فيك كيف ما فهمت ما عندي خلفية ولا سامحني سامحني طيب أرجع إلى الأسئلة الأخت أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تقول هناك يعني امرأة تقول بأن آدم لما أكل من الشجرة صام ثلاثين يوما وبعد ثلاثين يوم غفر الله هل هذا الكلام صحيح أخت أمة الله من الجزائر في حدود علمي والطلاع لم يثبت في هذا شيء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون من الأخبار الإسرائيلية الأخرى التي قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبون لكن ما ثبت عندنا في حدود علمي والطلاعي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن آدم صام ثلاثين يوما ثم تاب الله عليه بارك الله فيك ولذلك تنتبهون لهذا مريم من أبوظبي ذكرت تقول بأن أختها كانت جاهلة في مسألة الإفرازات وكانت تصلي وتصوم يعني تقول الآن لو أرادت القضاء ماذا عليه يا مريم بارك الله فيك أظن والله أعلم أنك اتصلت مرارا تسألين عن هذا الموضوع وأجبناك كثيرا على هذه المسألة وفصلنا لك فيها تفصيلا واسعا وعريضا ويظهر بأن لديك وساوس في مثل هذا فما ينبغي لك أن يعني تكثر من السؤال حول هذه القضية وتغرقين فيها وشيء من هذا القبيل لعلك ترجعين إلى نصائحي السابق وتكتفين فيها وتبلغين أختك بارك الله فيك فضلي أمت الله يا شيخ عندي سؤال حول حول الوسواس أظن ما عندي وسواس بس قبل ثلاث سنوات إلى الحين وأنا في صلاتي لا أعرف صليت أربع ركعات أو ثلاث وفي صلات المغرب صليت ركعتين أو ثلاث ركعات دائما يأتني شك فيما إذ نقصت أو أكملت الصلاة وأنا ما عندي وسواس أقول له الحمد هذا السؤال السؤال الثاني كنت قد استثيتك في في حكم الشخص الذي يسب الله عز وجل وقد استثيتني بأنه إذا لم يتوب يترتب عليه ما يترتب على الكافر وكان زوجي قد سب الله عز وجل ولا يعلم هذا الحكم فأخبرته وتاب إلى الله عز وجل واقتسل وتلفظ الشهادتين ثم تاب هل قبل أن يتوب كل ما سب الله يعتبر يعتبر طلاق وأعتبر بما أني مثلا وسب زواج سب الله عز وجل بعد زوج قراتين هل اعتبر أنه طلق ثين ثم بعد ذلك قد حدث بيني وضعينه خصام فقلت له طلقني فقال أوكي لم يقل أنت طلق ولقال أوكي وبعدها لما تصالحنا قال كنتي أن توقعيني في الطلق فهل وقع الطلق أم لا أنت قلت له طلقني وقال إيش قال طيب مثلا كيف نقول تمام أو أوكي قال قال أو أو قال تمام قال تمام ما قال أوكي ذهب غض لا قال تمام أوكي هذه ما عندك أنت أي طيب يعني بما في معناه بما في معناه تمام يعني أنت أنت فسرت العربي يعني تخلبت العربي إلى لفظة أجنبية طيب عموما ما نقف عند هذه وبعدين إيش حصل وبعدين قال بعد بعد ما صالحنا قال كنت أنت وقعيني في لفظ الطلاق إن شاء طيب هل يقع الطلاق وهل ما قبله من وقوع في كلمات سب الله عز وجل يعني أعده واضح بارك الله فيك طيب طيب أمت الله من الجزاء تقول هي تقول ما عندها وسواس تقول قبل ثلاث سنوات أصبحت الآن أشك في صلواتي أنا صلي ثلاثة وأربعة أختي أمت الله بارك الله فيك يؤسفني أن أقول عندك وسواس يؤسفني أن أقول عندك وسواس حتى لو أنت كابرت وقلت ما عندي وسواس لا عندك وسواس ولذلك كيف إنسان من ثلاث سنوات وأربع سنوات يقول والله ما أدي أنا صلاتي تام ولا صلاتي ناقص أنا كنت أصلي ثلاثة أربعة اليقين لا يزول بالشك أنت صلواتك كلها إن شاء الله تامة وصلواتك كلها إن شاء الله بإذن الله صحيحة لأنك أتيت بأربع ركعات في الرباعية ثلاث ركعات في الثلاثية وركعتين في الثنائي بس فأتركي عنك هذا ولا تتركي وتدعي مجال للشيطان أن يلبس عليك دينك وصلاتك وعباتك ويوقعك في هذا الآن يعني إذا استجبت لمثل هذا سينتقل بك إلى أشياء أخرى فاتق الله في نفسك واحذري ولا تستجيبي لنداءات الشيطان بارك الله فيك أمت الله من الجزائر تقول هي سألتني عن شخص كان يسب الله وكذا تبين بأن هذا الرجل هو زوجها وتقول نقلت له الفتوى وندمة وتاب إلى الله واغتسل ويعني تشهد وكذا إلى آخر ما ذكرت تقول الحمد لله يعني أمورها الآن استقام وترك سب الله الذي هو رد عن الإسلام ومروق عن الدين نسأل الله العافية والسلامة تقول طيب عقد الزواج السابق ما حكمه صحيح بالنسبة لعقد الزواج صحيح فزوجك كان يجهل مثل هذه الأحكام والحمد لله الذي فتح على قلبه وهداه وترك هذا الناقض من نواقض الإسلام وعاد إلى رشده والحمد لله الذي هداه فبالنسبة للعقد عقد صحيح ولله الحمد والمن ولا تشككين في هذا ولا توسوسين وعيشي حياة طبيعية أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تقول حصل بيني وبين زوجي خصام فقلت له طلقني فقال لها تمام بعدين تقول لما تصالحنا وهدأنا قال لها كنت أن تجعليني أو توقعيني في نفض الطلاق ما حكم هذا الكلام أختي أمت الله بالنسبة لزوجك لما قلت له طلقني قال تمام هو ما قصد الطلاق ما قال أنت طالق أو ما قال يعني أجبتك وإنما قال لفظة محتملة فسرها بعد ذلك بأنه ما أراد الطلاق وإنما قال لك تمام حتى تهدئين وحتى يذهب الغضب ولذلك هو فسرها بنفسه بقول كنت أن تجعليني أقع في الطلاق وهذا لا يسمى طلاق إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج وغدا إن شاء الله عندنا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب يوم الجمعة ويوم السبت كالعادة ألتقيكم مباشر بحول الله يوم الأحد القادم على خير السلام عليكم ورحمة الله